افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية معرض التوظيف العام 11 في اطار سنسلة من المعارض التي تنظمها الوزارة بحضور عدد كبير من الشركات واصحاب العمل الذين عرضوا الوظائف ضمن المعرض دائما ما تطل معارض التوظيف بنفسها من نافذة اهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني باعتباره رأس المال الحقيقي في عملية الانتاج والتنمية معارض التوظيف هي من انجح الوسائل التي اطلقتها الوزارة لمثل ما ذكرت تحقيق الموائمة بين احتياجات الباحثين عن عمل وبين الشواغر والاعمال المتوفرة في منشآت القطاع الخاص فرصة الالتقاء المباشر تسهل كثيرا من عملية التوظيف اكيد ان كل ما كانت الوظائف لائقة وباجور عادلة وجيدة ومؤهلات معقولة كل ما كان الاقبال من ضمن الباحثين يكون اكبر بداية معارضنا دائما تكون ناجحة باذن الله من البداية والحضور والاغبال هو دليل على ثقتهم في الموجود انتمنى لهم التوفيق والنجاح في كل نسخة يرتفع سقف الثقة في الجدوى التسويقية لمثل هذا النوع من المعارض من قبل المنشآت المشاركة من جهة ومن هم مقبلون على الضفر باحدى الشواغر الوظيفية المعروضة من جهة ثانية نحن اليوم نشهد معرض التوظيف رقم 11 في تاريخ الوزارة فعلا هذا السقف الموحد ما بين رب العمل والباحث عن العمل في موقع واحد يعني شيء يعتد فيه وهناك فيه ايجابيات حقيقة نشهدها سنة عن سنة في عملية جذب الكادر الباحثين عن العمل للتباحث مع أرباب العمل مباشرة لإيجاد فرصة العمل المناسبة معرض التوظيف العام بنسخته الحادية عشرة استطاع أن يجلب سبعين منشآة أهلية سارعت في طرح ما يزيد على ألف ومئتي حيز وظيفي ناهيك عن ثمانمائة شاغر تم انتقاؤها من بنك الشواغر التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي يستهدف الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية السهولة أبحث عن وظيفة باقتيار الوظيفة المناسبة حقي دراجة أخذيت الشهادة الجامعية أكيد عشان أحقق طموحي وأكون شيء في المستقبل عشان أقدر أخدم ديرتي إن شاء الله بذن الله حالي حال الجماعة الباقي أكيد تشوف الشباب ما شاء الله ترسين المكان الكل يبحث عن وظيفة وهالمعارض شيء حلو بالنسبة لنا هنا في البحرين نتوفر فرص عمل حق الشباب إن شاء الله يتوفقون وأنا توفق بينهم إن شاء الله يا رب معارض جيد جيد والسابلايرز اللي هنا حتى لذا ما في بوزيشن يأخذوني السي في ويساعدونك يعني ما حسيت إن في أحد يعني ما كان متساعد وايد طبعا نشرح لهم لازم في تخصصات معينة حق هاي الوظائف اللي موجودة عندنا يعني مثلا الفنيين لازم يكونوا متخرجين من صناعة يعني أكثر عندهم أشياء حرفية أشياء يدوية تكون وإحنا كل شي عندنا يدوي يعني نصنع الهلامة باليد وعندنا أجهزة بعد فعلا هاي الفرصة حلوة حق البحرينيين ذوات الخبرة المعرض يعرض جميع الوظائف حق المؤهلات التعليمية اللي هي من الخبرات وصحاب الخبرات وهذه فرصة حلوة حق كل بحرينيين أن يشارك فيها المعرض ويقدم على السي في المعارض طبعا بعض المتقدمين للوظيفة يعتبرها أنه هي مجرد شهولة بالعكس هي فرصة إلى أنك تلتقي بالشركات هي فرصة إلى أنك تتحدث مع مسؤولين الشركات تقدم السي في منها أنك تتكلم معهم تشرح خبراتك إذا صار مجال ما صار مجال بالعكس أن تقدر تطرح السي في وهم راح يتصلون فيك إذا يشوفونك فيزيكل بالعكس يعني بغير إذا واحد قدم على الأونلاين مثلا فلما تحضر شخصيا وتقدم السي في الهندام يكون حلو تكون الفرصة أكبر من أن تكون مثلا أونلاين عن طريق الإيميل ولا عن طريق التلفون معارض وظيفية تشكل رافدا وقناة مهمة لتسريع عملية التوظيف وإدماج الشباب في عملية التنمية الشاملة فهي من تأتي بمثابة طوق نجاة تضع المعالجات المناسبة لأي عائق قد يقف أمام حركة توظيف البحرينيين في سوق العمل عروض وظيفية وضعت بعناية بين يدي الباحثين عنها لقاء وفر فرصة الطلاق المباشر بين العارضين والمتوسمين خيرا في إيجاد شاغر وظيفيا يلب طموحات لتلفزيون البحرين محمد رشادات